كنت في مجلس فبعض الشباب يقول وكان والده فلاحاً عنده أرض الزراعية كان يعمل فيها قال يا ليت أبي كان كذا وكذا يعني يتمنى أن يكون رجل له خبرة طويلة في الحياة أو رجل مستشار أو رجل قاضي أو رجل أستاذ جامعة أو له منزلة من منازل أهل الدنيا لمحت من هذا الكلام رائحة العقوق أيها الشاب يالي تتلكر لأبوك أمك عشان أبوك فلاح أو أمك أمية أسألك بالله سؤالا أبوك ده أو أمك دي أمرتك في يوم الأيام أو أمرك أبوك في يوم الأيام أن تسجد لغير الله ما حصلش أبوك علمك التوحيد وأنت لا تدري لأن القلب مغلق أبوك علمك يرفع يديه إلى السماء ويدعو ويقول يا رب فحين رفع يديه إلى السماء علمك بأن الله تعالى هو الغني وكل الخلق فقراء وعلمك بأن الله عز وجل سبحانه والذي يكشف الضر وعلمك بأن الله عز وجل في السماء مستوين على عرش بائن من خلقه علمك التوحيد بالفطرة تتركل له ما جلش في يوم الأيام قدامك ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو تمسح بضريح أو قال يا رسول الله أو قال يا ولي الله لا 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 إنما يقول يا الله وهذا هو التوحيد يا عبد الله كم من أناس في أعلى المناصب وهم فساق فجار لا تتمنى أن تنسب له وأبوك الفلاح أو الرجل العم أو الأم أو البسيط أو الأم الطيبة دي علمتك التوحيد وأنت لا تدري تفكر في مثل هذا فإن هذا من باب البر أن تحسن إليهما وأن تمرهما وأن تتودد إليهما وأن تحسن عشرتهما وإياك لما تتزوج قدها نصيح أبوك يسألك يابنا عمل إيه لله الفضل والمنا أبتاه الحمد لله أمك تسألك يابنا عمل إيه مع زوجتك لله الفضل والمنا أمه لله الفضل والمنا زوجة صالحة تقية اللهم لك الحمد بسبب ضعائك لي حتى لو عندك مشاكل الأم كبر سنها والأب سنه كبر فمجيش بعد هذه المرحلة من العمر واستقلبني بيت لوحدك وصلك زوجة وأولاد تنقل مشاكلك إليهما هذا بلا العقوق يا شباب كون أنك تقص على أبيك وأمك ما عندك من مشاكل فلا ينامني الليل قال اغطوالي الليل وألأ وتعب والسكر يرتفع وصحياً تعبنين بسببك أنت ألا فاتقل لها عبد الله كن رجلاً فإذا ما كنت رجلاً تحمل ما أنت فيه وارفع يديك إلى السماء واسجد بين يدي مولاك وكع على ذلة قدمك فما سلطت عليك زوجتك في الغالب إلا بذنوبك وما سلط عليك الزوج في الغالب إلا بذنوبك فلذلك توبة صادقة ينصنع تنصنع عندنا الأمور